الرئيس بايدن يضع في اعتبار هذه الأمور وهذه الجوالات المتسارعة من العقوبات تشي أن الموقف الأمريكي الإدارة الأمريكية وحلف النيتو والاتحاد الأوروبي بدأت تتقارب الهوة التي كانت موجودة سابقا لاختلاف المصالح مسألة قطاع الطاقة والحصول على النفط والغاز الروسي هو مسألة تقلق كافة الدول الأوروبية التي تعتمد في نصف ما يقرب من نصف احتياجاتها على الغاز الروسي هذا الأمر يجعل هناك تردد كبير في فرض عقوبات على القطاع النفطي أيضا ما يتعلق بسويفت وما يتعلق بتشابق العلاقات التجارية بين الشركات الأوروبية وبين الجانب الروسي وبالتالي هناك قلق قدير في تأثير الدول الغربية بهذه العقوبات كلما تدرجت في الإعلان عنها لكن في النهاية ما لم تقدم أمريكا والإتحاد الأوروبي على عقوبات بالفعل القاسية سيمتد أمد الحرب في أوكرانيا لمدة طويلة